لقد فعلها غبطته لم يكترث بتخوفات الفلسطينيين ولا نصائح المعارضين للزيارة ومضى في زيارته إلى فلسطين المحتلة تحت حماية سلطات الاحتلال وفي ذكرى تحرير الجنوب اللبناني وانتصار المقاومة هو الواضح أنه هي زيارة تندرج تحت إطار التطبيع عشان هيك احنا كمقدسيين بفكر يعني صار هذا الرفض تجاهها منرفض زيارة زي هاي زيارة كانت تحت حراسة إسرائيلية يعني وفي ناس فلسطينيين مسيحيين من القدس هون انضربوا بسبب هاي الزيارة وبحجة حمايته الزيارة التي قوبلت برفض قوى لبنانية وفلسطينية عدة لاقت رفضا من وسائل إعلام عربية ولبنانية حيث وصفتها صحيفة الأخبار اللبنانية بالتطبيع الديني كونها تمثل تبرعا مجانيا من غبطته لكسر عزلة دولة الاحتلال وطعنا في المقاومة اللبنانية في الصميم في عيد انتصارها وتحريرها للجنوب في ذكرى التحرير في لبنان واحتفالنا بهذه الذكرى أجدت هذه الدربة والساعقة لإلنا بزيارة الكاردينال لفلسطين المحتلة هذه الزيارة مرفوضة لعدة أسباب أولا فلسطين ما زالت تحت الاحتلال وبالتالي نحن بنطالب الجميع بمقاطعة وعدم التطبيع والقدوم تحت شروط الاحتلال اللي بيفرضها علينا الشغلة الثانية أنه فيه حملة مقاطعة عالمية كبيرة اللي العديد من الأدباء والفنانين والمسؤولين أيضا برفضوا ييجوا على البلاد مدامت تحت الاحتلال النقطة الثالثة كمان أنه دخوله للأوتس في هذا الوقت وتحت حماية إسرائيلية وأكبر دليل على هذا الموضوع هي هذه الصورة اللي بيبين الشرطي الإسرائيلي اللي عم بيحمل الكاردينال على باب الجديد ومع مرور الزيارة التي ستنتهي غدا ازداد الهجوم على غبطته بعد لقائه في مدينة طبرية المحتلة عناصر من المتعاونين اللبنانيين مع جيش الاحتلال والذين عرفوا بعملاء جيش لحد والذين زعى عنهم الذنوب التي ارتكبوها بحق وطنهم بوصفهم ضحية إنما يدور من حديث عن زيارة غبطة الباطريارك لما يسمى بجيش لحد العميل الذي تعامل مع الاحتلال وقتل الفلسطينيين كما قتل اللبنانيين هذا الجيش لحد المهزوم من جنوب لبنان هذه فضيحة وبالتالي هذا تصرف مرفوض لأنه يعطي شرعية لعمالة هذا الجيش لبنان الجنوبي والجرائم الذي ارتكبها في لبنان وجاءت زيارة الراعي إلى فلسطين المحتلة في ظل تعاظم حملات المقاطعة الدولية للاحتلال ضاربا غبطته بعرض الحائط مناشدات وطنية من فلسطين ولبنان طلبته بالعدول عن الزيارة لما تحمله من تطبيع مع سلطات الاحتلال وإظهار دولة الاحتلال بزي متسامح مع الأديان في ظل الحصار المفروض على مدينة القدس وحرمان المساحيين والمسلمين من الوصول إليها كنا منحب أن نرحب فيه والبلاد محررة كنا منحب نشوفه وفلسطين ولبنان بنعمه بالحرية الكاملة في الوقت الذي تتعاظم فيه حركة المقاطعة الدولية لدولة الاحتلال تأتي زيارة بشار الراعي لتشكل ضربة للحركة الوطنية الفلسطينية ولجهود المقاطعة التي تبدلها لجنة المقاطعة في لبنان الذين رأوا في الزيارة أنها لن ترفع الظلم عن كاهر شعب لم يزل يسير في درب الألام لارا الخالدي لتلفزيون وطن رام الله فلسطين المحتلة